مع تصاعد العمليات العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية تتواصل الخسائر المادية والبشرية لكلا الجانبين حسب وزارة الدفاع الروسية أعلنت قصف قاعدة جوية أوكرانية غرب العاصمة كييف بأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة وأكد الجيش الروسي تدمير منظومة S-300 المضادة للطائرات في أوكرانيا كما تمكنت أيضا القوات الروسية من ضرب 61 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية وأعلنت القوات الروسية تدمير ما يفوق 2100 منشأة عسكرية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية وزارة الدفاع الروسية أكدت أيضا تدمير نحو 778 دبابة أوكرانية منذ اندلاع الحرب يأتي كل ذلك إلى جانب تدمير 69 طائرة أوكرانية على الأرض بالإضافة إلى إسقاط 24 طائرة حتى الآن وخلال 24 ساعة أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أربع طائرات أوكرانية من طراز سو 27 بجانب ست طائرات مسيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر